افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمع المؤتمر الرابع وثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد في القاهرة تحت عنوان الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروجي عن الجدى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي قال وزير الأوقاف أن عدد المساجد التي تم افتتحها سواء جديدة أو أحلال وتجديد بلغ أكثر من 10500 مسجد في السنوات التسعة الماضية أضفتا إلى تحسين رواتب الأئمة وذلك في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أئيس الجمهورية حفظه الله على تفضله باعاية هذا المؤتمر سائلاً الله عز وجل أن يوفق سيادته وأن يسدد خطاه وأن يجزيه خيع الجزاء عن اهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبناً ومعناً حيث بلغ عدد المساجد التي تم افتتاحها ما بين بناء جديد أو تطوير شامل أقصى من 10500 مسجد في التسع سنوات الأخيرة كما أشكر سيادته على اهتمام وتوجيه سيادته بالعمل المستمر على تحسين أحوال الأئمة مادياً ومعنوياً وإقرامه لأهل القرآن